اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية المشكلة بات واتساب على تطبيقك الخاص واتساب ما عليك أن تقوم بفعلي أن تقوم بالضغط على التطبيق والإعدادات هنا ثم سوف يقوم بأخذك إلى هذه القائمة الخاصة هنا بعدها سوف تقوم بالنزول للأسفل تضغط على التطبيقات نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاص بك في هذه القائمة بعدها سوف تقوم بالنزول إلى الأسفل هنا للبحث عن تطبيق التكتوك سوف تقوم بالبحث عليه وبعدها تضغط هنا على تطبيق تكتوك ثم سوف يقوم بأخذك إلى هذه القائمة الخاصة هنا تضغط على إقاف إجباري ثم تضغط على موافق بعدها سوف تقوم بالنزول للأسفل تضغط على مكان التخزين نأتي إلى نافذة مكان التخزين تضغط على مسح التخزين المؤقت ثم ما عليك أن تقوم بفعله هو أن تقوم بالذهب لماتشار جوجل سوف تقوم بالبحث عن تطبيق تيك توك سوف تجد هناك تحديد تضغط عليه ليتم تحديد التطبيق وحل المشكل